احنا بنتكلم عن الموازنة قبل ما نروح للمية هل الموازنة اللي الدولة وضعتها وبدأت من واحد سبع قادر انها تتعامل وتتعاطى مع الازمة الاوكرانية احنا ما عندنا احتياطيات كفية جدا نتعامل مع المستجدات اللي بتحصل يعني سواء في الموازنة دي او الموازنة الجديدة اعتقد الموازنة دي فيها حوالي 100 مليار جنيه احتياطيات ممكن يتوجه بسهولة جدا لسد يعني سد النقص او العجز يعني اللي عملته الارتفاعات بس زي ما قدت لحدتك كده ده هينعكس على الاسعار الاسعار هترتفع بشكل ده باكد تاني ده ده خالج روض الدور المصري الاسعار هيحصل في الارتفاعات وانتتحرك هتتحرك عشان بس المستعدين وانتفلش من حاجة يعني حدرتك تقصد يا راقتر انه امتصاص الازمة في مش مسألة دعم اسعار على قد ما هو تواجد الاسعار تواجد الاسلع ما قدت لحدتك انا احيانا كتير جدا يبقى معايا الفلوس وانا مش عارفة استهلك يعني زي ما حدرتك شوفت كده في ازمة الكورونا في اولها كان عندنا يعني الدول الشخيقة والصديقة يعني عدد كبير جدا منها حصل عندهم تقاطر على السلع على المجمعات والسلع الاستهلكية لدرجة ان هم حطوا تحديد معين لعدد الكيميات الممكن تستهلك ده ما كانش موجود في مصر وده بسبب ان مصر اشتغلت استباقيا يعني على تطوير مشروعين مهمين جدا ان هم يعني مش واغدين التغطية المناسبة اول حاجة مشروع صوامع الامح وده زي ما حدك عارف كان عندنا نوعين من الصوامع كانت صوامع مش مغطأ كانت شوان اه كانت شوان وكان وفي نفس الوقت ما كانتش بتدار الكترونية حتى صوامع المغطأ منها الادارة الحالية يعني جات واشتغلت على تطوير هذه السلع تتخليها كلها موايكانة والكترونية بحيث ان هي اول حاجة تدير المجزون لفترة اطور وديره كفاءة وفي نفس الوقت وسعت وكبرت حجم الصوامع دي فابقينا عندنا القدرة ان احنا نستمر لخمس شهور في المجزون بتاعنا